مرحبا بالجميع في هذا المقطع نشرح كيفية عادة الضبط كل أعدادات هاتف سامسونج جالكسي اس 24 إلى الأعدادات التي خرج بها الهاتف من المصنع لكن بدون فرمة وبدون حذف أي شيء من الجهاز كيف ذلك؟ في البداية نتوجه إلى الشاشة الرئيسية ثم نضغط على أيقونة الضبط نقوم بالتمرير إلى الأسفل حتى نصل إلى خيار الإدارة العامة نضغط على الإدارة العامة ثم نقوم بالتمرير أيضا إلى الأسفل ونضغط على إعادة الضبط نمرر قليلا إلى الأسفل هنا نضغط على إعادة الضبط كل الأعدادات في الأسفل نضغط على إعادة الضبط ومرة أخرى نضغط على إعادة الضبط بهذه الطريقة يتم إعادة الضبط كل أعدادات الهاتف نضغط على إعادة الضبط كل الأعدادات